السلام عليكم ازايكم الحقيقة فيه اخبار غريبة جدا طالعة عن السعودية ايران لأول مرة بتهدد السعودية بشكل مباشر مع انها ما ذكرتش اسم السعودية بس تهديد طالع من اكبر راس اللي هو خامنئي بيهدد السعودية وده تطور لفت لان من ساعة التطبيع السعودي مع ايران او اتفاية المصالحة بين السعودية وايران اللي تم توقعها السنة اللي فاتت برعاية صينية او بوساطة صينية وما فيش تهديدات بين الجانبين وحتى السعودية ما بتتكلمش خلاص عن ايران ولا بتجيب سيرتها وايران بنفس الوقت ما بتقولش بشكل صريح السعودية بس جريدة المانتر كشفت ان فيه اكتر من تهديد توجهه مسؤولين كبار جدا في ايران للجانب السعودي فيما يخص صفقة التطبيع السعودي السهيوني وحتى صفقة الدفاع مشترك بين السعودية وامريكا اللي ممكن تتم بدون تطبيع ايران مش عاليبا هي معاك مئة اخبار كتير عاوية فيما يخص برضو الخليج وان التحركات الامريكية غريبة جدا ان امريكا بتسحب اسلحتها من منطقة الكليج وتطورات خطيرة في نفس الوقت الحلقة دي مهمة جدا استمع لعشان اكشف هالك واكشف لك تفاصيلها لازم اقولك اتقصة من الاول قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل اللي خليني اقولك ان احنا معانا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو change me حقيقة change me هو تجربة شخصية انا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر والحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لا اطلع برا اعمل عملية برا انا اخترت ان اروح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا تاني حاجة المركز ده هو صديق مقرب ليه هو اللي قال لي عليه وقال لي كل الناس عملا تشكر في المركز change me وان ناس كلها اللي رحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من نتائج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عايز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية ومفيش اي اضرار او اي حاجة سلبية دي تجربة شخصية وفر فلوسك ووفر وقت وحتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز change me اعوز اقولك ان هو عنده افضل الدكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنة بقى باوتكس مش باوتكس كل انت عاوزه هتلاقيه هناك change me هو مكان الصح سيب الحلقة اللي رابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حان تابع معا نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول اي جديد اللي معناه النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعوا في ما يخص تهديل ايران للسعودية هي انا عاوز ابتدي من موضوع التطبيع السعودي صهيوني او اتفاقية الدفاع مشترك السعودية الامريكية موضوع كله هيبتدي ومعلش عشان هي دي الكصة كلها وهي الكصة هتبتدي من هنا موضوع كله ابتدي ان بعد هجمات الحاكين على مصافي النفط السعودية وعدم تحرك الامريكان باي شكل كان السعودية شافت ان الموضوع ما يتساكتش عليه خاصة ان السعودية عندها مشاريع استثمارية كبيرة جدا مشاريع اقتصادية كبيرة فعاوزة اتفاقية دفاعية مع امريكا زي بالزبط اللي مع كوريا الجنوبية اتفاقية كده تكون موثقة ما يجيش اي رئيس يتلعب فيها يعني الموضوع ما يبقاش على هوى الرئيس او ميولو اه الديموقراطي ولا جمهوري لا الموضوع يبقى التزام موثق وموقع بين امريكا والسعودية واتفاقية امنية على اعلى مستوى والسعودية شايفة ان الموضوع ده مش بيجيب امريكا فقط لا ده حيل في النيتو كله لو امريكا دخلت حرب اه مع السعودية تجاه اي تهديد بيهد الاراضي السعودية هيكون قوي جدا ان النيتو كمان ممكن يخش ده واضح يعني طيب ايه اللي السعودية عاوزها السعودية عاوز تحت حاجات عاوزة برنامج ناوي مدني عاوزة اتفاقية تسليح نفس الاسلحة اللي بتنزل اسرائيل تنزل عند السعودية مفيش اي اه تحفوزات او اه عراقيل على الاسلحة اللي بتنزل السعودية او حتى تأخير عن الترازات اللي بتنزل في اسرائيل هي اللي بتنزل في السعودية احدث اسلحة الامريكية تالت حاجة زي بقول حالك كده اتفاقية دفاع مشترك موظفة هم دول التالت حاجات في الطلت طلبات السعودية السعوديون وولي العهد طلبوا ثمنا غاليا للغاية للتطبيع مع اسرائيل هو محمد بن سلمان يرغب في تكنولوجيا نووية مع قيود قليلة جدا على تخصيب السعودية لليورانيوم هو يريد ضمانا صارما بانه اذا هوجمت السعودية من قبل ايران ستذهب الولايات المتحدة الى الحرب من اجل المملكة امريكا سايفة الموضوع ازاي امريكا قلت لك والله لو انت عاوز كده تطبع مع اسرائيل انا على قليل يعني بص هتعلن رسميا ان انت تطبع مع اسرائيل يا باشا زي الكل ايه اللي حصل اللي حصل ان حصل حرب جزة حرب جزة دي قفلت الدنيا كلها وخلت ان صعب جدا التطبيع وده اللي حصل من ابراهيم رئيسي ابراهيم رئيسي اللي هو رئيس ايران رئيس ايران طلع قال ان احسن حاجة في حرب جزة دي انه مفيش ولا نظام عربي هيبقى عاوز ان هو يطبع مع السرائيل بس طب الزبط السعودية قلت لك احنا مش عاوز انا طبع طول ما النتانياهو عاوز يخش رفح بان ما فاش راجعة في اخر زيارة لانتوني بلينكن اه للسعودية ومعليش ان انا بعيد كل الكلام ده تاني عشان بس احنا احنا نعمل اتفاقية مشتركة ونستثني موضوع التطبيع وكان في مؤشرات ايجابية من امريكا ده اخر حاجة انا وقفت عندها في الحلال اللي فاتت ماشي بس دلوقتي في كلام جديد ايه هو الكلام الجديد بقى اولا لازم تعرف ان النهاردة في مقالة كاتبها كاتب لبناني اسمه بلال صعب مين بلال صعب بلال صعب هو بروفسير في جامعة جوشتاون وبيدرس الشؤون الخارجية والسياسات الخارجية بلال صعب بيقول اللي عاوز تعمله السعودية ده انها تعمل اتفاقية اه دفاع مشترك مع الامريكان بدون اسرائيل لازم تعرف ان ده انتحار اوزايف كده قال لك ده انتحار ومش هيحصل ليه بقى قال لك خد بالك لازم تعرف ان لو رئيس امريكا وافع على حاجة زي كده زي ما الام بيقول او الامريكان بيقولوا يعني في الصحف تاعتهم قال لك اه الكونغرس مش هيوافق والدليل على كده لينتي جرهام لينتي جرهام اللي هو سنتر مقرب جدا لولاي العادة السعودي بيروح يعب على وليل العادة السعودي وبيعودوا يكلموا بعد وكام ده كله لينتي جرهام نفسه قال لك اي عملية اتفاق مشترك السعودي امريكي بدون تطبيع كونغرس مش عاديها انا نفسي مش عاديها لينتي جرهام قال لك مش عاديها بس تتطور كبير جدا السعودية كما تعلمين تريد اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة وترغب ايضا في تخصيب اليورانيوم الذي لديها ويمثل سبعة بالمئة من احتياطيات العالم ولكننا الامريكيون سوف نتحكم في عملية التخصيب في مقابل اعترافهم باسرائيل ولكن علينا التعامل مع المشكلة الفلسطينية لان الوقت يداهمنا فبلان صعب شايف اللي فيه كذا خيار ايه هو قال لك لو انت فاكر يعني ان صفقة هتبقى زي كده بدون تطبيع لازم تعرف انها لس فور لس زي ما السعودين ايلي بس ممكن تكون اقل يعني كمان من ما تم اعلان عنه يعني تبقى صفقة ضعيفة جدا والصفقة ضعيفة جدا دي لازم تعرف انها هتهدد الانم السعودي ليه ان انت كده بتمضي مع الامريكان اتفاقية الدفاع مشترك واكيد ايران مش هتبقى قابلة حاجة زي كده فانت كده هتكون استعدات ايران في ظل الاتفاق مش قونا فانت كده بتنتحر ده اتفاق ضعيفة اه الكل المذكور فيه اه مش مضمون بين امريكا والسعودية فانت كده كل اللي بتعمله ان انت بتعرض الامن السعودي الخطر وقال لك بقى حتى الاتفاق ده اللي ممكن يكون ضعيفة او حتى قوي لو الرئيس الامريكي حاب ان هو يعديه من الكونغرس مش هيعرفة ليه قال لك الكونغرس اول ما يشوف اتفاق زي كده مفوش تطبيع الحزبين هيقطعوه الحزبين هيقطعوه مش حزب واحد مش الجمهوريين ولا الديموقراطية الحزبين هيقطعوه هيقطعوه الورقة دي بدون عرض قصلا على الكونغرس ولا حتى رئيس الامريكي يعرف ان هو يدعم الاتفاق ده في الكونغرس شوفات ديه? وقال لك لو حتى رئيس الامريكي استفد النفوزه ان هو يمرر التشريع ده بدون موافقة الكونغرس وعلى فكرة هو عمل كده في اكتر من مرة في ارسال مساعدات لاوكرانيا مسلا عمل كده اكتر من مرة في ان هو جعل من البحرين حليف استراتيجي خارج الناتو. امريكا اعترف البحرين حليف استراتيجي خارج الناتو. ودي حاجة ما عددتش على الكونغرس. فده الرئيس الامريكي عملها. فقالك لو انت فاكر ان رئيس الامريكي يكهد موضوع اتفاق المشترك مع السعودية ده ويعلنه بدون العرض عالكونغرس لازم تعرف ان هو مش حيمش. مش حيمش. هزا? وبحرين حاجة والسعودية حاجة تانية. لان البحرين على فكرة اعلان انها حليف رئيسي خارج الناتو. دي حاجة. وان ان انت تعمل اتفاقية امنية مع السعودية بدون تمرير عالكونغرس دي حاجة تانية خاصة. دي السعودية. والسعودية مستهدفة من كبير الكونغرس. من حاجة. تاني حاجة. خد بالك السعودية عاوزة اتفاقية موفقة. وتبقى شبه قانون. والقانون ده ما ينفعش ان رئيس الامريكي يعديه بدون الكونغرس. فالراجل بلال صعب قالك يا باشا الموضوع ده مش هيتم. ومش هيحصل. وكل المؤشرات على فكرة اللي طلع من كونغرس الامريكي. اول ما سمعت ان مقارة بتاعة الجارديان دي ان السعودية عاوزة اتفاق بدون اسرائيل كلهم. كلهم بيتحرقوا ضد اتفاقية زي. وانا اقول تحرق ليه انت جرهام نفسه بيقول لك مش هيمش. يعني ده اقرب واحد للسعودية. قالك مش هتمش حاجة زي كده. خاصة. وليه يأكد على كلاني ان طلع نائب ديمقراطي. وفقا اللي جاريه الداهل. انها ابدا اسمه اد ماركي. بعد جواب اه للرئيس الامريكي يقوله ايه اللي بيحصل عندك ده. انت عاوز تعمل تفاقية مع السعودية بدون اسرائيل. انت بتهرج يعني. فالتحرقات كبيرة كده. ليه انا بقول لك كلام ده. انا بقول لك كلام ده كله عشان السعودية مستعجلة على التفاقية الامنية دي. مستعجلية. عاوزيني وقعات الوقت. تدفع السعودية حاليا باتجاه توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة في مجال الدفاع والاستخدام السلمي للطاقة النووية والذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الناشئة. من دون ربط ذلك بالتطبيع مع اسرائيل وفقا لمكان مخططا له سابقا. وعلى فكرة السعودين مش شايفين موضوع التطبيع ده. يعني ده مش فهمهم قوي. هم همهم الامن. ليه بقى? واسمع الكلام اللي بيحصل ده. السعودية عندها مشاريع اقتصادية ضخمة. وعاوز تعمل مشاريع اقتصادية ضخمة. زي ما انا قلت يا حضرتك ومشاريع الاقتصادية دي. والطموح الاقتصادي الكبير ده لازم قوة تحميه من عند امريكا. بس الاختر من كده هي صحيفة فوربس. فوربس هو موقع بيهتم بالتحليل الاقتصادي اكتر. بس كتب تحليل متسطور. قالك على فكرة فيه تشابه بين الضربة اللي تمت على اسرائيل. والضربة اللي بين مسائرات اللي تمت على مصافي النفط السعودية. فيه تشابه. فيه كده. ايه اللي حصل? قالك خد بالك. الهدف من استهداف الحوثيين لمصافي النفط السعودية ان ايران عاوزة تقول السعودية هنعرف نستهدف العمق السعودية في اي وقت. في اي وقت. وامريكا مش تعرفين جدا. اما بالنسبة للهجوم اللي تم على اسرائيل فايران برضو كانت بتقول اسرائيل ان احنعرف نستهدف العمق بتاعك في اي وقت. وباي شكل ان كان. وخد بالك ان اه الهجوم اه بالمسائرات اللي تم على مصافي النفط السعودية كان فيه نوع من انواع مفاجأة. اما الهجوم الاسرائيلي كان فيه نوع من انواع الاستعداد. وبرغم كده ايران عرفت تختارك العنق الاسرائيلي. قلت حراك ان هما ضربوا قاعدة بشكل طفيل جدا. استهدفوا منشأة تانية. بس في الاغلب كانت استهدافات بسيطة. ما سببتش اي قتلة. وهي كانت مجرد رسالة. واسرائيل لما حابت ترد على ايران برضو ضربت العنق بتاعها وضربت منظومة اس تلتمية اللي هي بتحمي منشأة نتانز. اللي هي المفروض المنشأة دي اللي هي هتصنع فيها ايران كومبيل نوية لو عاوز. فاسرائيل برضو بتضرب حاجة زي كده. او بتضرب الهنق اللي هو. فالضربة الاسرائيلية كانت تهدف لإيصال رسالة مفادها. ان اسرائيل يمكن ان تتجاوز انظمة الدفاع الايرانية وتشل وتشلها دون ان يتم اكتشافها. ماشي. امشي بس معايا. ده الكلام هيحلام. ده احنا لسه بنقول لي هاذ. الدنيا لسه تمشي كده معانا. فالكاتب هنا في جليلة فوربس عاوز يوضح ان اللي تم في اسرائيل هو اللي تم في السعودية. ويعجب ان يحصل تحالف بشكل او باخر. ما ينفعش الدنيا تمشي كده. ماشي. في نفس الوقت النهاردة جليلة نيروب تايمز بتقول ان اهم حالفين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط هي السعودية واسرائيل. والظاهر كده ان امريكا ابتدت تبص على السعودية ان لها الاولوية حتى عن اسرائيل نفسها. لان موضوع النفط واسعار النفط والكلام ده كله شايف ان السعودية هي اللي هي الكلمة العلي حاليا. لحد هنا الكلام جميل جدا. والكلام اه شايق. بس ايه اللي جاب التحديد الايراني في الموضوع? فين العنوان يعني? انت عملت تتكلم في امور احنا ممكن نكون قشناها بشكل مباشر او مش مباشر. فين التحديد الايراني? ده بقى اللي بتكشفه صحيفة المونيتر. المونيتر تلعت جابت لك تصريحات متتالية. قلت لك اول تصريح تلقى من خامين ايه? خامين ايه تلقى قال يا جماعة الدول اللي عاوزة تطبع مع كهان السهيون دول فاكرين ان هم عاوزين يحل مشاكلهم في اسيا بشكل سريع وسهل. وده مش هيحصل. ده خامين ايه? المونيتر بتقولك ده تهديد السعودية. ده حاجة. حاجة تانية يا ابراهيم رئيسي لما انا قلت حركة تصريح بتاعه اللي بيقولك ما فيش دولة حينفع انها تطبع مع اسرائيل بعد اللي حصل في حرب جاس. اهم تصريح كان في جريدة خراسان. جريدة خراسان دي مقربة جدا من النظام الايراني. طلعت قالت ان التطبيع مع اسرائيل هو فخ بالنسبة للعالم العربي. كلها تصريحات ضد السعودية. بس حاجة مهمة جدا. هي ليه ايران? خايفة من تطبيع سعودي سهيوني او اتفاقية دفاع مشترك مع الامريكاني. قالك لصاب بسيط قوي. خد بالك ان ايران شايفة انها محاطة باعداء. وافتكرت انها لما تعمل عملية تصالح مع الجانب السعودي انها بتطوي ملف حدودي خديجي ايراني. وبتخرج الامريكان من منطقة. وبتقفل الابواب كلها ضد الامريكان. وبتخلي نافذة امريكا فقط موجودة في اسرائيل. او في مناطق بعيدة جدا عن الحدود الايرانية. وشايفين ان ده حيدي نفوذ اكتر للجانب الصيني. على فكرة انا بقول لك اللي انا فهمته مش اه نصيا اللي في المقال. خاصة. وان الصين لما تخش المنطقة هيبقى موضوع على الكيف الايراني. يعني يخد بالك بقى انت بتتكلم الصين لها علاقات هنا وعلاقات هنا. فمن مصلحة ايران ان الصين يكون لها نفوذ على الجانب الامريكي. نصي. في نفس الوقت. انسحاب امريكا من منطقة هيعطي نفوذ اقوى لحلفاء ايران. او ازرع ايران. ودي حاجة ايران عاوزة تشوفها. نصي. رابع حاجة. ايران شافت انها استفادت بشكل كبير جدا من حرب جزة. وباقي فقط تقطيع ورقة التطبيع السعودي السهيوني عشان الترطة تكتمل. حرب جزة دي ازهرت ايران انها قوة كبيرة جدا. فخلاص لو حصل ان السعودية ما طبعتش مع اسرائيل. او انها توقع اتفاقية امنية مع الجانب الامريكي. شكرا. احنا كده خلاص. اه بقينا حاجة مهمة جدا. وحرب جزة دي اثبتت النفوذة الايرانية. فايران عاوزة تخرج منتصرة. وكل الاجواء من حرب جزة دي. سواء الحرب استمرت او وقفت عاوزة تخرج منتصرة. وخد بالك ان المفروض انتصار حماس اللي بيتم دلوقتي وان حماس بتكلم من موقع نصر ضد اسرائيل وطفرة شراطها وتقولك ده يمشي وده ما يمشيش وكام ده كله. ايران شايفة ان النصر ده ينسب ليه. خلاص? فدي حاجات كلها تخلي ايران مش حبة تشوف فيه تطبيع سعودي سوهيوني. السؤال بقى. ليه بقى السعودية اصلا عاوزة تطبع مع اسرائيل وامريكا برغم ان فيها عاملية تصالح مع الجانب الايراني. اللي اصل السعودية تصالحت مع ايران لسبب وحيد. انها تقصر سم اه حلفاء ايران في المنطقة. وشايفة ان التصالح مع ايران ده هيهدي الموضوع وينهي حرب اليمن. وآآ نخلص بقى من تهديدات حلفاء ايران في العراق وسوريا وحزب الله وكلام ده كله. خلاص الموضوع يهدى الخليج يخرج بره منطقة نركز في الشؤون الاقتصادية. بس خد بالك ان السعودية لسه عندها مشاكل كتيرة مع ايران. برغم ان الموضوع بتاع الحلفين هيدي بس الحب في اليمن ما انتهيتش. برغم ان السعودية تصالحت مع ايران لازم تعرف ان فيه مشاكل كبيرة بين ايران والسعودية والكويت فيما يخص حقل كريتش. ده الامير الكويتي كان موجود في القاهرة واصدر بيان وهو ماشي ان ملكية حقل كريتش الخالصة لكويت وان كويت دي هي المالكة الاساسية وكان بيان شبه ان هو معادي للجانب الايراني. حتى الحرس السور الايراني كان مطلع بيان اعلامي كده. غطيته وكان التسليم بتلع قال البيانات اللي بتقولها الكويت ده امر جير مقبول. خد مالك ان ده بيبقى تمهيد قبل تهديد رسمي من الجانب الحرس السور الايراني لكويت. فمشاكل السعودية ضد ايران ما انتهيتش. ولو ايران شايفة انها محاطة بالاعداء. لازم تعرف ان السعودية شايفة ان ايران متحوطها بالاعداء. شايفين ان الحوثين استعرضوا عضلاتهم جميلة جدا في حرب اه غزة وده امر جير مقبول. كانوا بيستهدفوا الاجواء الاسرائيلية بسواريخ تعدي فوق الاجواء السعودية ده امر جير مقبول. شايفين ان حزب اللي عمل اه يفرد عضلاته. الميليشيات العراقية السورية التابعة الايران اللي هي عمالها تفرد عضلاتها هي كمان هو تهجيب للك خليج بشكل مباشر. لان خلي بيالك السعودية على يقين تام. ان في صدام مع ايران سواء دلوقتي او بعدين. وهقول لك كلمة مهمة جدا. لو اسرائيل مستنية مسيح الدجال. لان الصهاينة مش مقتنعين بسيدنا عيسى. ما شايفين ان هو سيدنا عيسى ده مجايش. ده ما فيش ديانة مسيحية ولا فيه ديانة اسلامية ولا اي حاجة. خلاص? لازم تعرف ان زي ما اسرائيل مستنية مسيح الدجال عشان تعيد انشاء مملكة اسرائيل اللي بتحكم في العالم كله. فايران مستنية المهدي المنتظر. هيا هلا. والاتنين مبنيين على رؤية نهاية العالم. هو ده المهدي منتظر. ايران منتظر ان هو يطلع من اراضيها. واسرائيل مستنية مسيح الدجال يعيد مملكتها تاني. فانا شايف ان سواء اسرائيل سواء ايران اللي اتنين عاوزين فناء العرب كلها. وشايفين ان ملكهم يبنى على فناء العرب. بويهة نظر ايرانية. خد للحزم الحاكم هي الشيعية. والشيعية تتعارض تماما مع السنين. صحيح بينهم اه تشابه كبير. فحيه كتير جدا. بس الاساس ان الشيعية او النظام الايراني عاوز يفرد الشيعية دي على منطقة شاكرا وسط كله. كل الدول تبقى شيعية. او بتنتهج نفس النهج الشيعي. هم شايفين كده. فالاخر اي رب واكنش واحدة فتبتلك الموضوع بشكل مبسط. السعودية عندها حق. انها تمضي اتفاقية امنية لان هي شافت الحرب اللي تمت بين اسرائيل وايران المصغرة. واللي هي ممكن تكون من وجهة نظر الناس كتير اه كانت مصرحية ورسائل تحديد وكام ده كله. بس هي امر سطير. للحرب المستقبلية بين السعودية وايران. خاصة ان ايران ممكن تكون مش عاجبها تقدم السعودي الاقتصادي الضخم اللي هيتم في المستقبل ورؤية وليه العادة السعودي اه الاقتصادية العشرين تلاتين. فممكن الجانب الايراني يكون عنده اه نوع من انواع اصدام او الابتزاز للجانب السعودي والسعودي مش تقبل حال زي كده. في الاخر يارب ما كنت راح بحضرتك الموضوع بشكل مبسط ويارب بنسر المصر. يارب بنسر العرب. يارب بنسر الفلسطين يا رب. تحية مصر. سلام. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة